صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيقضوا صبحيتهم معنا اليوم وإن شاء الله تكونوا عم بتقضوا وقت حلو وسعيد كمان بنهاركن رح نوصل لفقرة كيتشن مع الشاف نادين أسيس اللي اليوم رح تحضرنا كعك بالسمسم بونجور نادين عايز وصار كيفيك اليوم صباح حمد الله ماشر حال مياح كعك بالسمسم هينة الاسم هين الفكرة هينة بس تك حتى بونجور للمشاهدين متغبركن أنه جوزيف بسألي شو عمي قتلوا كعك بالسمسم هينة هينة خلص اسمع بيوحي أنه هينة اسمع هينة يعني بتوحي هينة موظبور ولكننا نحن نشوفهم كعك بالسمسم بس ما بنعرف عن جد كيف تحضروا أو شو الطريقة اللي نتحضرها فيها صحيح يوم حنكون عم نعمل كعك بالسمسم نح بتكون الرسادة بولنا في بقلبة مش بس زبدة حتكون ميكس بين الزبدة والزيت يعني هيدا سؤال اللي عطول بيسألوني إنه في استبدل الزبدة بالزيت فاليوم حتكون الرسادة بولنا في بقلبة زبدة وزيت بنفس الوقت اللي حلو فيهم هول الكعكات إنه فينا نحط نعجل معهم شوية ينسون حب بصيروا كعك بينسون فينا نحط عوجهم سمسم بصيروا كعك بسمسم فيه اتركن سيدة بصيروا كعك عادة وكمان لأنه كتير عم نحتار شو معقولي نعطي الولاد على المدرسة أو حتى إيفن اللي رايح على شغله شو بدي أخد معي شي سناك أو كذا فهولي عن جد والحلو فيهم إنه كمان بيضاينوا شهر شهر عادي برات البرات البرات وممكن يضاينوا بين 4 و 5 شهر بالفريزر ما في مشكلة أبدا يعني إذا عملنا كمية كبيرة منعتها الهم مظبوط بس إنه أكيد ما يكونوا محتوطين بمحال في رتوبة يعني هيا عطول أنا بقولها إنه محال ما في رتوبة وعلبة مسكرة ومضغوطة مظبوط وما في مشكلة أبدا بيضاينوا قد ما بدنا ومكونات الأحلى من هيك إنه المكونات موجودة بكلبات وكتير سهلين نحنا بحاجة لطحين بالنسبة لكمية لطحين بدنا 3 أكواب ونص من الطحين ليش عم بعطيها بالكوب؟ ستة البيوت على طول بيحبوا هيك يا كوب يا بالكبية يا بالملعة فمشان هيك ما عم بعطي كونيها بالكوب نحنا هلأ عم نحكي عن قدية تقريباً كمية رح نعمل؟ هال الكمية اللي كم حبي يعني رح يعملولي تقريباً بيعملولي بين 35 و 40 كعكة هاي الكمية اللي عم بعطيها أنا أوكي؟ فإذاً لحطة يكتبوها للمشاهدين فإذاً نحنا بحاجة لثلاث أكواب ونص من الطحين بدنا نضيف لألون 100 جرام زبدة زبدة بحرارة الغرفة 100 جرام زبدة بحرارة الغرفة يعني تقريباً كينية عن أربع ملاع أكبار زبدة بحرارة الغرفة أو نص قليب كبير موظبوط فلاكينا ثلاث أكواب ونص من الطحين بدنا نضيف لألون الزبدة مثل ما قلنا تمام ملاع أكبار زبدة منضيف لألون كمان كوب من السكر بودرة بيضة كاملة ملعقتين كبار حليب بودرة زيت نباتي نص كوب ينسون ناعم ملعة كبيرة ونص نص ملعة صغيرة بيكينج باودر ونص ملعة صغيرة فانيل لأنه في عنا البيض حسنا؟ يعني عم نشوف هلأ أنا كله عم شوف هون بودرة مثل بعضة بس عرفت السكر الناعي مظبوط مظبوط هيدا السكر الناعي مجي ناصع البياض كتير وهيدا الفانيل وبيكينج باودر مظبوط هلا بيشبه هوا بعض البيكينج باودر والسكر بودرة بس قلنا كمية أكيد توتالي دفرن ينسون ينسون ناعم صح هاي كله العلم اللي ما بتعرف الالوين هلأ منتعرف مع بعض كمية فإزان لحرجع عيدون هيك على السرية تحتى يكذبوها بكون أنا عم بشتغل فإزان ثلاثة أكواب ونص من لطحين بدنا نضيف لهم تقريبا ثمان ملاعة أكبار زبدة زبدة بحرارة الغرفة كوب سكر بودرة ملاعتين كبار حليب بودرة نص كوب زيت نباتة بيضة كاملة ملاعة كبيرة ونص ينسون ناعم ملاعة صغيرة بيكينج باودر ونص ملاعة صغيرة فانيل هوا كلن بدون ينخلطو مع بعضن هلأ في عنا شغلة أوقات كتير بتكون البيضة كمية تعمنا كافية أو الزبدة إذا ما كانت دايبة كفية ما بتخلي العجينة تاخد بعضا هون بحال صار معنا هيك انه ما كانت الزبدة كتير دايبة وحاسينا العجينة بده بده داعك أكتر أو إذا كانت كمية السوائل بقلب البيضة أقل شوية من اللازم ممكن نعوز فنجين قهوة مي مش أكتر من هالقد أوكي؟ أوكي يلا نبلش يلا فأزان هنا ما في خصفار بياض لا 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 بيضة كاملة متل ما هي فأزان الزبدة هون يبلش العجن عجن مضبوط هلأ فيها أول شي بلش إدعك الزبدة مع السكر بودرة وبعدين بضيف لطحين وفيها حطهم كلهم مع بعضهم ما في مشكلة بها فأزان ثلاث أكواب ونص من اللطحين بدنا نضيف لقلهم 100 جرام زبدة كوب سكر بودرة حطهم كلهم كوب سكر بودرة ملعقتين كبار حليب بودرة هوني ما فيها حط حليب فراش أفضل البودرة لألك ليش دوزو لأنه بدنا ننتبه للبيض يعني إذا أنت زدت حليب فراش عادي سائل يعني أصدك أنت إذا ضفت حليب سائل وفي عند البيضة ممكن ترخي كتير معنا العجينة فمشان هيك تفضل خلينا حليب بودرة وإذا حسينيها ما أخذت بعضها من ديفنجين قهوة أوكي فإذا ملعقتين كبار حليب بودرة ملعقة كبيرة ونص ينصون ناعم زيت نباتة نص كوب ملعقة صغيرة بايكينج باودر ونص ملعقة فانيل هلا قبل ما ضيخ البيضة بلش أعجنون حتى الزبدة والطحين يأخذوا بعضهم مظبوط هلا أنا حضرت شوية مبارح جزافش شبتلك شيفا أنا هيك أنا بعيد بس هلا ما رح خليه تيزنج للمشاهدي ما رح نفرجون ضغري بس عم فكر نادين قد هي هيدا النوع من الطبخ أو التحذير كمان بيحبوا لأولاد مزبوط ماشي بس بسوا كفوف وعملوا بتحسوا حالكم عم جد عم تعملوا مزبوط وفاري إيزي العجينة لو ما في عنا عجانة بالبيت العجينة كتير هاي انه تتحضر وتنعمل هيك وعن فكرة متل ما عم بعمل هيك بيخلي لطحين يشرب مزبوط الزبدة يعني أنا بعثيت كل المشاهدين بالبيت عم بيتعلموا شي لو ما بدهم يعملوا هاي درسات بالتحديد بس بيضلوا يلقاتوا شي يعني أنا أول مرة بعرفي خضرية الحليب ما سعمل على البيت أنه نحط بودرة أو مزبوط 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 انتبه لا فينا ما بدي أنا كتير ضيان للمشاهدين بس أنه لما تكون عم تعمل الكمية فوضو يعني أنا مفترض أنه ما بدي عم ثلاث أكوة ونص بدي عمي سبع أكوة هون بتحمل القصة معك أنه تحط بيضة وتحط حليب سائل لماذا؟ كمية أكبر تحمل أكتر صح صح بس أنا لأنه الكمية صغيرة فمشان هيك ما بدي حط سوائل قبل ما ضيف البيضة أنا بقول دايما بس يكون بدي أنا مثلا شخصيا جريب شي جديد ما بعمل كمية كبيرة بارك ما صبت بارك ما طلوع طايبين لا عمس قولي تحت الزبط هلا بعتقد كاكوكيز بحس هاينا رح تطلع لخبرية هلا كل شي هاين كله هاين صح جوزاف بس شلي هايدي لأنه عم بطرتي كتير تانكيو من وين؟ ايه اسحبه هيك ايه خالص اوكي تطلع من يديك تطلع هايدي كمين القصص اللي بيعانوها ستة البيوت نظوط إذا حطينو شي بإيديون بيلايو أنه لا تبطل في طولة يتمشون مظوط سو هون هلا زدنا كل شي مع بعض بشو بعد عنا برا ماشي عندي بس هيدول الزيت تركتون تحتى من بعد ما نعمل الكعكة ندهنون فيهم ونحط عليهم سمسم وندخلهم على الفرن هلا فينا بدل الزيت نكون عم نحط صفار بيت أوكي بس أنا لأنه ما بدي صفار البيت كتير يكون ظاهر أو تكون طعمته يعني أنا من الأشخاص اللي ما كتير بحب طعمة صفار البيت فميشان هيك تحتى ما عيني من هيد المشكلة بدهنون هنهلق بشوية زيت للكعكات بس تحتى السمسم يلزق عليهم لأنه بدي الشي تحتى يساعدني تحتى السمسم يلزق عليهم فيه كمان إذا ما بدنا بالسمسم لأنه وقت كتير الأولاد ما بيحبوا السمسم فيه استبدال السمسم بالليانسون ينسون الحب مم 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 أم او كي مم حا دل سوضاء ولا ها دي كارلة الهينسون يعني لا مش حبيت البركة اليانسون العادة الي نحنا مش هيكين أصدق حبيت بركة باتا يد لانا بشوف أوقات فيه المنون عليهم نقط صود لا ها ده حبيت البركة بسنه لكون تعمل معينسون مشان هيك تفكرا ينسون لا لا هي مسان نقطع معينسون لا مش الحبه الكوكي فيه ينسون نعم لأنه صحيح ففيها تعمت ينسون لحظت كيف أخذت بعضها العجينة منذ المؤثر صرنا عم نشوف أنه عجينة عجينة ساريت صح منذ المؤثر أني ضف لها مي هيدا اللي كتعم قل لك هيك بدنا إيها تكون يعني نحنا إذا حسينيها شوي رخوة أو شوي شد ما المفروض تبع إذا رخوة يعني زيجين شي سي مزبوط يعني بتكون هلأ ما حيعينه من خبرية أنه تكون رخوة إذا مش يومتل ما أنا هلأ عاتيتني بعينه من خبرية أنه ما أقولي ما أحس أخذت بعضها إذا الزبدة مننا دايبة مثل ما لازم أو إذا كمية البيض أو السوائل بقلب البيض خفيفة هون بها الحالة بس في نجان قهوة ما يمش أكتر من هيك بخلي العجينة تاخد بعضها ومشان هيك عم نحكي زبدة من روم تمبرتشر أو خرارة البودة كميل تقدير الدوب مزبوط بس المشكل هلأ لأنه لأنه الدينة سقعة لما تشيل الزبدة من تراث على مكانة البراد مزبوط فهيدا اللي منعيني منه ومشان هيك قلتلهم أن أنا هلأ بالصيف ما بيعينوا من هالمشكلة لأنه أرادية زبدة بتكون دايبة بتكون سائلة فما عنا بروبليم بهذا الموضوع نادينا نحن حتينا تمان معالي زبدة طح كبار وحتينا كمان نسكو بزيت نسكو بزيت إذا ما بدأ نحط زيت نحط زيادة زبدة ولا شو منع موت هلا إذا ما بدأك تحت تحت زيت ساعتا نحنا عادةا دائما منحسب علي جراماش ساعتا بتحط لطحين نصف زبدة. يعني منير نزيل حين 있다 نفطر ثلاث كبيت ونصلي وأور نصف كيلو تحين. نصف كيلو تحين منحط لن ميتان وخمسين جرام زبدة. بس عدها صارت هيك تعمل زبدة يعني صار chest pDR. صار صار Palm عاصة بلايه أكتر عرفت يعني رحنا على غير شس قصير قد يكون له الشواء لأنو الز siete الله صار 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 غير سيستين فيش 보이ك يعني غير رساة طوتالي غير رس почти impress 속 فاليوم أنا مش نهيك يعني لأنه كتير يسألوني انه ما فيه حط زيت عامل الكعك بالزيت فينا نعمله بالزيت بس الزيت لحاله ما بيعطيني هيدا القول هالأريار جو مثل ما بيقوله هيدا القول انه عم بنصح انه عم بنصح هيدا القول طيب بالنهاية كفاني مستر عالم بتقول اذا عم بعمل شي دايت او بلا زبدة او بلا سكر او 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 الحسة تعمتها بتتغير بس بالنهاية اذا بدنا ناكل حلو مع سكر مع زبدة ما فينا نعطل همه يعم بنصح شواء نعمل كونترول ماشا الحال اي او بذ ما اكل حبتين ثلاثة انا اكل حبدة واحدة بتقطع مية بالمية وهوني كمان عم نرجع يعني نقول انه عم نعمل الكوكيز نحنا كمان فينا نزدلهم نشيل نقص منهم شي حسب كل واحد يعني متل ما قلتلك جوزاف فيه اعمل شغله عملت العجينة هيدا هو الاساس هاي العجينة الاساس فيه شو اعمل زيد علي حبوب يانسون ادعكا وعملون هيك عملون عادي قرص عادي يعني هيك بهيدا الشكل كمانا بينخبزو فينا نعملون كمانا من نعملون هيك بطوالين وبسكين منقطعون فبيصيرو بشكل لوزانج كمانا هيدا طريقة يعني اذا بدنا بنفس العجينة فيه يكون انا عم بعملون بليانسون فيه ضفلة شوية جوز تطيب ومحلب فبتصير رحنا على غير محل بس العجينة اساسة هي هيدا هي هيدا هيدا الباس يعني احنا هلا عم نشوف الباز وكل حدا هو وشطارته وتفننه وزوقه بالاكل مزبوط بزبطة عزوقه وكمان لك شو هيني الشغل فيها يعني فري ايزي وكتير هيني اه وفي كتير اشخاص ممكن هلا لانه نحنا ما عم بيضوقوا معنا على الهوى بس رح لكم شو النتيجة النتيجة تطلع مش آسية مش معظمة لانه يوجو لي اوقات من جيب كعكة السمسم بيكون هيك نكدوش بيطلع كتير قاسي لا هيدا الكعكة تفرض فرط كتير طيبة منا اسيا جربوها كتير هيني وسريعة ومتل ما قلتلون انه كمان كلفتها منا كتير عالية يعني من الاشياء الموجودة بقلب البيت وفاري ايزي انه تتحدر اذا بدك تفرجينهم هون رح فرجينهم بس يعني هون بدأ ارجع اقول انه كمان اكتفيت كتير حلو لالولاد ايه عم نشوف له هلأ ما في شي خطير ما في شي عم استعملو بده كتير انتباهها او دقق يعني حتى في اعملها هيك ارس عادة وفي يجيب الشوكة بالشوكة اعملها شكل يعني كمان اكون عم بيختاري اعشي جديد فينا نعمل الاشكال اللي بدنا اياها اللي انا عندي واحدة جاهزة هون رح نترجون للمشاهدين بس عم نشوف حتى لونا منو كتير غامي يعني منشوف منو الكوكيز بيكونوا بني اي لا لا تعرف انو رح تتكت فيها يروح سنيك ماء لا 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 هيدي شقرة شقرة عادة هيدي كلهاش لانو بيكون محمصة زيادة ممكن كمان السكر بقلبه يكون تكرمل ولما يتكرمل السكر بقلبه هيدا الشي بيخليها تقسة فمشان هيك لا عادة شقرة كتير وهلأ منفرجين للمشاهدين دو ازوزة مالي ما رح تنصحها لأ فرطت شو فرطت كده متوقع انا اختخت اي لا 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 بالعكس حتى من جوه ابعرف اذا بتقدل كاميرا تاخدها كريسبي مبين كمان كيف من جوه العجينة زابطة على الاد ومفرفتها اي بالنسبة منيحلي اللي حكيت هيك الزكرتني بالنسبة للخبز الخبز الحرارة 180 الفرن اكيد من حميه من قبل بوقت الصينية بنص الفرن بننطر تحتى نشوف انه كعب الكعكات بلش يشقر ساعتها بدور الفرن من فوق تحتى ياخدوا لون من فوق نشوف انه كعب بلش يشقر ساعتها مندور لها من فوق يعني العجينة قرادة بقلبها كلها ستويت بطلت معجينة بس من فوق هكي على كرميل اللون كرميل الشقات وهكي بتكون كملت بعضها هلا احنا عم منحطهم بالصينية نحطهم بالفرن واترنا ندهن زيت عليهم قبل هلا هلا بس خلص ندهنهم بالزيت تحتى يلزق عليهم السمسم بس بدي يفتح للجرور شوي في عنا هون فرشية برجع وبقول انه فيه محل فينا نعملهم بالشكل البدناية كمان اكيد في محل الزيت شهر الجاي بالعون تعم فينا نعملهم قلوب 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 مينون قلوب عم نحط الزيت هلا على هون مضبوط في استبدال الزيت متل ما قلت انا بيت بيت بس قصد انا وحطيت بيت لانه اولا مبتت تعمي تتأثر ولمنحط سفار بيت جوزافر اللي بصير انه سفار البيت بصير يغمق تغمق الكعكة وبيكون بعدها من تحت ما استويت فتفاديا لهيدا الموضوع خلينا على الزيت هيك بيتحمص السمسم على رواء وما بكون عم بشتغل ما هو بدي اسألك انه نفس الوقت نفس الستابس اللي منستعملهم للزيت نستعملهم للبيت يعني منحطه كمان قبل ما نحطه اي 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 اكيد اكيد ما انت بدك السمسم يتحمص بقلب الفرن ما على الكعكة اوكي هلا بنسبة لسفار البيت اكيد سفار بيضة منفصل عنا الزليل ونحط مع رشة فانيل رشة ملحة كتير صغيرة حتى نقضي كليا على الزنخة البيت ونضهنون بي سفار البيت اوكي هلا انا عملت ستاب ما بعفز انتباهوا للمشاهدين تحتى يعلق السمسم على ايديه حتيت هيك اول شي على كعكة من الكعكات وبرجة تلقائيا اكيد دفئة ستات البيت بالبيت اللي بيكونوا اكيد عم بيشتغلوا ببيتهم ولا اهلهم ما بيكونوا يبسين كفوف يمكن بي لزي اكتر من ال من على الكفوف ايه حتى ليك على الكفوف يا حني والا كتير هاينا كمان نو تيك 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 دغري هاي كمان اكتفينتي للولاد بسخونة صح خلينا نعيد هيك على السريع شو هي الرسات بركي حدا ما لحقنا فاذان 3 اكواب ونص من لطحين نص كوب زيت نباتة ثمان ملاعقة كبار زبدة كوب سكر ناعم ملعقة صغيرة بيكينج باودر نصف ملعة فانيل وملعتين كبار حليب بودرة مع بيضة كاملة ورشة فانيل نخلط كلهم سوا مع بعضهم ويصير في عندي عجينة كاملة ومتكاملة إذا كانت الزبدة منا كتير ضيبة، تبهوا ما بديها ضيبة مية، إذا ما كانت كتير بحرارة الغرفة وحسينيها عم تاخد بعض العجينة معها ممكن أن نعوز تحت العجينة تلمع بعضها فنجين قهوة مية، مش أكتر من هيك تحت العجينة تاخد بعضها وبتصير فاري إيزي انكن تشتغلو فيها فمشان هيك أنا بنصحكم تحضروها للكمية اللي قطيتها بتعمل تقريباً صينيتان ونصف مثل الصينية اللي هلأ أنا حضرتها يعني فيها ثلاثة ستة وأربعة عشرة خمسة يعني مثل ما قلت لكم بين الخمسة وثلاثين والأربعين حبة الكوانتية اللي نحنا عملناها هي مكدوشي جميعاً هذه طبعية هلأ بكملة نادين كمان يعني نحنا عم نحكي هلأ الكوكيز اللي عم نعملون إذا أنا هلأ لقصص النوتات اللي أخدتون إذا البيضة ما فيها لكويد أنف أو ما فيها سائل أنف ونحط نصف كوب أو كوب فنجان قهوة ماي فنجان قهوة ماي تحتى العجينة تلم على بعضها خلينا نكمل باقي العجينة مضامنا معدنا موجودين على الهواء رح حط أول صينية بقلب الفرن أنا قريديا محمي الفرن هدا اللي عم تشوفوها هلأ العالم كمان أنه عم نشوف الكوكيز كيف لونهم وكيف إخلينا بعض برجع ويذكر بالنسبة للخبز الخبز النار من تحت بس بننطرت حتى يشقر كعبة للكعكة ساعتها بتأكد أنه من قلبه صارت مستوية أو بطلت معجنة نرجع مندور له النار من فوق بس تشقير يعني لن تركوهم للكعكات لأنه دغرة دغرة بيخضلون من فوق فدلكون حدن ماشي ثلاث أربع دقائق تحتى تشقر ومنشيلها وفي شغلة كمان انتبهو له وهيدي على طول على طول بقوله الكعكة لما نشيلهم نحنا من الفرن بس نشيلهم بيرجعوا بيغمقوا بعد دقري يعني نعمل هالحساب بدكن تنتبهو لهيدا الشي يعني مش تنتروها تحتى كما انتب تحبوها شقرة شقرة تنتروها تتشقر متل ما انتب تحبوه وتشلوه لأ شلوه قبل بشوية صغيرة لأنه اللون رح تحصلوا عليه ومن بعد ما تشيلو من الفرن بضلع تاخد على بعض حتى الوقت هلا ندين على حصريك سؤال كونك شاف وكونك سد بيت كمان يعني اتنين مع بعض بتفضل الفرن الكهرباء او الفرن الغاز يا ويلة هيدا هيدا السؤال باتيق كل العالم هكي عندهم ترفيرانس فقاللك شغلة الحلويات تكون صريحة وصادقة معك فرن الكهرباء احسن بكتير عجب لألك ليه لأنه بتقدر تدور النار من تحت ومن فوق مع بعض هاي اول شغلة هلا فرن الغاز المشكلة فيه انه تلتة اربعهم عم يجو بدي تطف من تحت حتى تدور من فوق يعني هيدا هاي المشكلة اللي عم نعاني منها يعني قليلتا حتى نلاقي فرن الا الفرن الاديمين يعني اللي كانوا من زمان كانوا يدوروا مع بعض هاي دا المشكلة اللي عم نعاني منها انه ما بقدر فوت صانيتين بقلب الفرن بنفس الوقت هاي دا اذا كنت عم بخبوص بفرن الغاز ما بينما فرن الكهرباء بقدر حط صانيتين فوق بعضهم هاي دا اول واحدة الثاني شغلة يعني كل شي قطوية تصفوف كذا الحرارة الفرن الكهرباء كتير تحسها استعبل يعني بيطلع القطو على رواء على مهلو بيطلع فلافي مش اني عم شجع فرن الكهرباء وانه من الاشخاص اللي بحب اخبوص بفرن الكهرباء بحسوا هيك مليابل اكتر لانه في كتير ستات بيت ما بيعطرفوا بشي اسمه فرن كهرباء بيقولوا لك هيدا شو هيدا جديد مثل المايكروويب بلاي بس اوقات كمان بيكون هوا بيساعد باكلاته معينة كتير عن جد كتير وخاصة بيجعوا بقالك زوزو اذا حرارته مزبوطة يعني والحلو انه بتقدر تحت فيه سعيني مثلا انا فرني بثلاث سواني نفس الوقت بفوته بقلبه رجع ادور من تحت هيدا الشي المزعش فيه انا بفضل فرن الكهرباء على كل حال مع انه ما بطبخ بس لانه ما باعد تدور فرن الغاز دايما بدايع وين بدي حط الكابريتي وين بدي حط الداحة فبدايع بيناتهم الا نحنا عم نعمل الصينية التانية كمان للاشخاص اللي ما بيحبوا السمسم ما يستعملوا سمسم اي بدك ما اه كنا ما حطينا زيت لو عملنا هم بلا سمسم بس نحنا اليوم عم نعمل كعكب سمسم نحنا رح نعمل كعكب سمسم بس كمان نحنا الاند ريزالت الي عندنا ياه هون كمان في بلا سمسم كرميل هلا انت حطيتهم بهيد الكيس يعني شو انا جايبي بس تحتى تدوقوا انا حطيت بهيد الكيس انا بدي اخدوا معي هول اه اوكي ها 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 هل بيخلصوا كمان ابي قلبوا الفرن ومندوعهني هون ها 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 شاباب بياخدوا الباتش الجديدة بطبعة تانية نفس كتير نادين هاج سي لقلك جرزاف نعم بستقبله قبل ما بلش حكي لكن ريسات اللي عملناها كعكب سمسوم صح ما استعملنا شي غريب أراد يحكينا عن الانجريد ينسون مكونات حين زبدة زيت ينسون باكينج باودر فانيل وبيضة كاملة هاي دي هي المكونات وملعتين حالي بودرة يعني اشي موجودة بك البيت مش متارين كتير نتفل صفيها والحلو فيها مثل ما قلنا انه بتضاين برات البرات يعني إذا حضرنا كمية بضلون وبس يجينا حدا مش بدي ضايف أو كذا موجودين عنا بكل بيت هنا في عالم بيقولوا انه معقولي عجنو لما نتركن كذا يوم أبدا حسب نحنا وين حاطينو بشو حافظينو لا هيدوليك هوليك اللي بعجنو هنه كعك العيد هيدولي الرساتات تبع الكعكب حليب وكعك العيد وأول يوم بتكون كريسبي تاني يوم تصير تعجن من قلبها لا لا برانسيب توتلي دفرنت اي اي توتلي دفرنت لا هيدولي ما بيصرلون شي بيضالهم كريسبي اي 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 بيت شهر 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 بيضالهم ما بيصرلون شي بس اكيد بمحال ما في ورطوبة بباك تكون مسكرة مضبوط او مضغوطة مضبوط تحت او بالفريزر بيضاينو قد ما بدك ما في مشكلة ابدا من خليهون ساعة مضبوط مرسي كتير الكشاف بعتاد كل الاشخاص عصاروا يعرفوا هلأ يعملوا كوكيز وشايفين انه قدي صارت سهلة وقدي فيهم يشاركوا ولادهم كمان بس كونوا ولدنا عم بيعزبونا لون طعوا ماما طعوا نعمل كوكيز عدولتهو شي ساعة وكمان بذات الوقت يعني شي صحي وشي طيب وخفيف مرسي كتير الكشاف لكل الاشخاص اللي بدون يرجعوا يحضروا هيدا السيجمنت او هيدا الفقرة فيهم يفوتوا على صفحة فيسبوك www.facebook.com كل فقرات البرنامج وكل برامج تليفزيون لبنان وفيهم كمان يعملو لنا فولو على انستغرام اتل الليبان ويعملو لنا تاج ويشاركونا كمان بالاختراعات اللي معقول يعملوها مرسي كتير الك عن جديد شاف صبحياتنا بتكمل ولكن بعد بريك أصير